زبيد على مشارف الحرب هذه المرة التحذير جاء من اللجنة الدولية للصليب الأحمر في إشارة إلى التداعية الخطيرة لحرب لا تبعد كثيراً عن مدينة زبيد التاريخية وضعت اليونسكو هذه المدينة على قائمة التراث العالمي عام 1993 وبقيت تحت التهديد بإسقاطها جراء سوء الإدارات المتلاحقة في عهد النظم السابق زبيد ليست ككل المدن فهنا تكمن الصفحة الأكثر أهمية في سفر التاريخ الإسلامي لهذا البلد جامعها الكبير وخامس مسجد يبنى في تاريخ الإسلام وفيها تعاقب الثلاث دول منذ أن اختطها الولي العباسي محمد بن زياد مقراً للولاية ثم للدولة الزيادية فالنجاحية والمهدية وبقيت دارها لصق النقود تقدم خدماتها لمعظم الدول اليمنية اللاحقة للدولة النجاحية الجامع الكبير يؤد من أهم القوامع الموجودة في اليمن ومن أكبرها تساعاً ومساحته أرباء ألف وخمس مئة متر وتعتبر منارته المنارة الحلزونية الوحيدة في اليمن فهي المنارة الأيوبي الذي بناها أخو صلاح الدين الأيوبي تقطكي من الأيوب أنفقت المنظمات المانحة ملايين الدولارات للحفاظ على الشخصية التاريخية لمدينة زبيد وعلى إبقائها مدينة مبهجة ومفعمة بالحياة دون متهديد يطال بيئتها التاريخية الجميلة لكن الانقلاب الذي نفذته ميليشيا الحوثي مسنودة بقوات صالح في 21 سبتمبر عام 2014 نقل البلاد إلى واقع جديد مأساوي كان أثاره على زبيد أبلغ وأكثر سوءاً ويكفي أن تتلوث ساحات هذه المدينة بصراخات الحرب وبنادقها وبمجاميع المحاربين الوافدين الذين يمزقون بتوترهم هدوء المدينة وسكينتها هذه المدينة غنية بالعمران وبالطابع المتميز في فضاء المنازل على نحو انعكس فراء مجتمع المدينة وانفتاحه على العالم كيف لا وهذه المدينة التي حافلت طيلة القرون الخمسة الماضية بأدوار متنوعة انطلاقاً من مكانتها كقاعدة للحكم وأحد أهم مراكز صناعة النسيج والصباغة في البلاد إلى جانب كونها سوقاً كبيرة والأهم من ذلك كله أنها احتضنت واحدة من أعرق الجامعات الإسلامية وأكثرها تأثيراً وبها تحولت زبيد إلى منارة إسلامية مضيئة بإشراق العلم ونوره وإلى مهول لطلاب العلم ولكبار العلماء في العالم الإسلامي الصليب الأحمر قالق على التراث الثقافي لمدينة زبيد وقلق اليمنيين أكبر على واحدة من مفاخرهم المعمارية ومناراتهم العلمية وإرثهم التاريخي العظيم وفضائهم الإبداعي الذي لا يزال ينداح بأجمل الكلمات وأعذبها حتى اليوم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر